أنا اسمي حنان وعمري 38 سنة متجوزة وعندي أطفال جوزي يشتغل في البناء في يوم من الأيام كان يشتغل حتى وقع من الدور الأول وحصل له كسر على مستوى الظهر ومن يومها وأنا عايشة تحته كالخدامة يعني أشوف كل طلباته وكل احتياجاته وما قصرتش معاه في أي شيء لأنه أبو عيالي وزوجي ولازمني نخدمه حتى يقوم بالسلامة أنا كنت بطبيعة الحال شيلة من أكل من اللبس لدخول الحمام يعني كل حاجة يلزم نقوم بها أنا يعني ملوش غيري أنا بصراحة ربنا كنت مش مقصرة معاه في أي شيء يعني أشوف طلباته من كل ناحية إلا أنه في إحساس جواتي يعني أني أنا اللي ناقصني أشياء كثيرة وأنا حاسة نفسي أني عايشة على جل مش نخدم زوجي وبس ما كانش أشياء أخرى عايشة على جلها وفي يوم من الأيام حتى دخلت على الواتساب يعني دردشت شباب حتى تعرفت على الشاب وذيك الشاب كنا دايما بعد العصر كنا بنتكلم وبالليل أحيانا دردش معاه وأنا بصراحة من كذبش عليكم كنت طايرة من الفرحة لأنه هذيك الشاب حسيت معاه أنه عوضني على حانان زوجي وعوضني على الإحساس اللي كان بداخلي يعني حسيته أنه ناقصني من كذبش عليكم كنت دايما نحب نهضر معاه نتحدث معاه إذا فات اليوم وما حكيتش معاه كان يفوت يومي جد كائب ومش فرحة وفي يوم من الأيام حتى طلبت من زوجي أني أذهب إلى بيت أخويا فقال لي أذهبي مع ليش وما أطوليش أنا حطيت له السرير برا يعني قدام الباب حتى ما يتعبش يعني يجلسها بحث الباب وحطيت له التلفزاء مفتوحة قلت له لما تحب تخش تدخل للبيت التلفزاء خلتها لك مفتوحة وأنا بطبيعة الحال أخذت روحي ورحت لعن الدار خوية حتى دقيت الباب ودخلت قلت المرت خوية عاوزة أدخل للقوذة النوم يعني قد النوم وأكلم صاحبتي قد لي تفضلي مع ليش الدار دارك وأنا فتحت الواتساب على أساس أني رح نهضر أنا والشاب يعني في الدردشة الواتساب أدخلت وبقيت نتكلم أنا والشاب يعني واخدنا الحديث حتى وقعت المصيبة يعني أتخلى علي أخوية ولقاني نتكلم أنا والشاب في الواتساب يعني الدردشة حتى دخل أخوية للغرفة وشاف كل حاجة يعني شافني نكلم في الشاب يعني على مستوى الدردشة حتى أخذ الهاتف مني وكان الشاب كان قفل للسكة عندما شاف أخوية دخل وأنا شافني أخوية في وضع مخل يعني شاف كل شي حتى أبقى يزعق علي وقال لي كيف أنت تعملي كل شي وانت متجوزة وقال لي رح نقول للجوزك وراح نقول لأخوتك الكبار يعني الأكبر منك أنا طبيعة الحال قد له استرعلي ومش رح نعمل مرة أخرى أشياء زي دي قال لي ما عليش ألبسي هدومك وتعالي معايا وقال لي لو أنت كنتي عاوز الحاجات دي ما تبقيش مع جوزك يعني اتطلقي وعاودي الجوزي قد له ما تخبر أي حد رح نتصرف ونوع ديك أني هذي أخر مرة رح تشوفني هكذا يعني وأخر مرة رح نتصرف هذا التصرف ومن ثم أخبني أخي الداري وحلف لي على التليفون يعني أخذه عنده وقال لي التليفون أنسيه أنا بصراحة كنت مرعوبة جدا قلت يمكن يدي التليفون الأهلي ويوريه لإخوتي وبابا وتكون مشكلة حتى قال لي أنا رح نأخذ منك الهاتف يعني ومش رح نديهولك مرة ثانية أنا بصراحة بقيت حوالي سبوع بلا هاتف ومن بعد رحت الأخي وقلت له أعطيني الهاتف وبقيت أبكي وأترجع حتى يردوا لي الهاتف تاعي أنا صراحة انقاطعت على الشاب يعني انقاطعت علاقتي معاه لكن أخي ما حبش يدهولي في المرة الأولى وقال لي ما يمكنكش أنك تاخذي الهاتف قال لي رح تعيش بلا هاتف لأنك ما تصرفتيش تصرف إيجابي أنتي استغلتي ضعف جوزك ودرتي علاقة مع الشباب يعني في الواتس وأخي أيضا قاطعني كان كل ما نجي نتكلم معاه كان يلفت وجهه كان يقول لي ما تكلمينيش وما تهضريش معايا وحتى جوزته وحتى جوزته تقريبا لحظت تصرفاته تجاهي كانت دايما تقول له هعلا هذه أختك على هتعامل فيها بهذه المعاملة كان يقولها أنتي ما تدخليش بينادنا هذه أختي وأنا حر في التعامل معاها صراحة أنا غلطت غلطت عمري هنا كان خوية دائما بخاصمني ومشي يكلم فيه غير أنا بقيت نتحايل معاه حتى يديني التليفون لأنه كان مقاطعني يعني مش يتكلم معايا وأنا فضلت نتحايل عنيه كثير حتى يعطيني التليفون لأنه لدرجة ترجيته وقد له أعطيني ومش رح رح نمسح كل شي يعني على الهاتف إلا أنه كان مصمم أني ما يعطينيش لأنه لو وصل الهاتف فيد زوجي أو أخويا الكبير أو أبويا مش رح يحصل طيب لأنه الهاتف كان فيه أشياء صراحة مخلع بالحياة وأنا بصراحة ما يستش بقيت نتحايل على أخويا حتى يديني تليفون لأنه تليفون كانت فيه أشياء كثيرة صراحة أشياء كثيرة مخلع قال لي عندما تكوني جهزة يعني تجي نعطيك الهاتف تاعك وبصراحة أرحت أحفظ العشرين حديث والعشرين آية ومن ثم أعطاني الهاتف وبقيت صراحة موضبة على القرآن الكريم وموضبة على الأحاديث وموضبة على قراءة الأذكار الصباحية والمسائية لأنه لقيت نفسي آآ ما نكذبش عليكم لقيت راحة نفسية عندما قرأت كلام الله ومضيعتش نفسي كما كنت نضيع قبل يعني كنت قبل نضيع نفسي في المكالمات والأحاديث على الدردشة مع الشباب يعني وقتي لقيت نضيع في قراءة القرآن الكريم يعني الوقت اللي كنت نضيع قبل في الدردشة حطيت في القرآن الكريم وحطيت في الأحاديث النبوية وفي الأذكار المسا والصباح لقيت نفسي بعد كل البعد عن الشي اللي كنت نفعله لقيت نفسي ارتح ولقيت نفسي بعد كل البعد على السنة المراهقة اللي كانت تتراودني في الأفكار الشيطانية اللي كانت متصلت على ذهني وعقلي الباطني لقيت نفسي إنسانة أخرى ما شاء الله لقيت نفسي تبدلت وتحسنت وقلت لابد أنه هذا الطريق اللي ربي اختاره لي رح نكمل فيه إن شاء الله أنا بصراحة زعلت كثير لأنه أخوي شافني في ذيك الوضع المخل إلا أنه ربي وجهني خير لأنه أحيانا الشيء الصعب والشيء المش مليح من بعد نتائجه تكون وعواقبه تكون مليحة يعني لو ما كانش خوية شافني في ذيك الوضع ما كنتش رح نتبدل وما كنتش رح نتغير لأنه لو كان إنسان آخر كان داد أداني للتهلكة كان استغل للوضع وكان استغني أنا أيضا بس لما كان أخوي ما شاء الله وجهني خير هو الرالي طريق المستقيم هو الرالي طريق الله وأنا الحمد لله الآن بدأت نصلي وبدأ قايمة بالصلاوات الخمسة وصلاوات الضحاء وبدأ بالاستغفار وبدأ قراءة القرآن وراني الآن على قرابة من ختم القرآن الكريم والأحاديث النوبوية كل الفين وفين نحفظ الأحاديث ومواظبة يعني صراحة ما كنتش كمقبل وربي هداني إلى الطريق المستقيم وربنا يهديكم ويهدينا يا رب أجمعين وكل واحد هراه يدير في أي شي مش مليح يتجه للطريق المستقيم لأنه الطريق المستقيم هو بداية الحياة والطريق المستقيم هو الطريق إلى الله نقول لكم أحبابتي وحبابي ما تنسوا ليش هذه الجام وما تنسوا ليش اشتراك في القناة والتعليق وشير للفيديو وللمزيد من القصص راح نحط لكم في القناة نتمنى الفيديو تعالي اليوم ونجبكم وما تنسونيش إلى اللقاء اشتركوا في القناة